اشتركوا في القناة المادة الثانية في قانون الحب تقول اما المادة الثالثة والاخيرة في قانون الحب تقول اذا اصر احد الزوجين على معاملة الطرف الاخر بالاساءة فارجع الى المادة الثانية خلونا نشرح هذه المواد من قانون الحب وطبعا هذا المصطلح ابتكرته علشان نقرب هذا المفهوم المادة الاولى تقول اذا عامل احد الزوجين الاخر بالحسنة فعامله بالحسنة وهذه المادة في مضامينها تنمية الحب بحيث ان احد الزوجين يعامل الاخر بالحسنة فيداريه ويحترمه ويقدره ويقدر مشاعره ويلبي طلباته سواء كان هذا الزوج او كانت الزوجة فاذا كانت المعاملة من احد الاطراف بالحسنة فلابد ان الطرف الثاني يرد الجميل بالجميل فيرد هذه المعاملة بالحسنة كذلك وهذا معنى راقي جدا احنا نتمنى نوصل الله في الاسرة او بين الزوجين فيتحقق الحب بينهم وينمو بالفعل اما المادة الثانية تقول اذا عامل احد الزوجين الاخر بالإساءة فحاول ان تعامله بالحسنة لفترة معينة لا تقابل الإساءة بالإساءة وهذا حقيقة معنى كذلك في العلاقة الزوجية من المعاني المهمة لان العلاقة الزوجية اذا انبنت على مبدأ العين بالعين والسن بالسن ووحدة بوحدة ما في شك ان الطرفين رح يخسرون هذه العلاقة وبالتالي الاولاد رح يخسرون هذه الاسرة لكن لما تكون العلاقة بين الزوجين اذا عامل احد الزوجين الاخر بالإساءة فلو قدر الله بموقف بالمواقف اساء احد الطرفين للاخر فهني على الطرف الثاني ان يعامل بالحسنة لانه هو قاعد يحتسب وهو قاعد يتعبد الله عز وجل في هذه العلاقة لكن نص المادة تقول لفترة معينة بمعنى انه اذا كان الزوج يسيء يسيء والزوجة تحسن تحسن طيب لي متى؟ سنة؟ سنتين؟ خمس؟ عشر؟ اكيد هناك اكو فترة معينة ولذلك نص المادة تقول لفترة معينة لكن المادة تتفق معانا انه من قيم الحب ومن معاني اللا تقابل الإساءة بالإساءة اما المادة الثالثة تقول اذا اصر احد الزوجين على الإساءة فارجع الى المادة الثانية بمعنى انه اذا كان طبع الزوج او طبع الزوج انه دائما تسيء او دائما الزوج يسيء اهني طبعا القرار يبقى عند احد الزوجين اذا حاول تغيير هذا الزوج يكون طيب وخير على خير اذا حبه يصبر على هذه العلاقة ويدعو الله عز وجل نيفرج همه هذا سيناريو ثاني او اذا حب انه يطلب الفراق هذا سيناريو ثالث لكن قانون الحب دائما يحرص على العلاقة الزوجية بانها دائما يكون فيها حب وتكون فيها تنمية بالفعل ولهذا احنا لما نحب احنا ما نحب ذات الشخص وانما نحب صفاته وانحب ما يقدم لنا فهذا المفهوم لو تدربنا عليه راح نسعد في حياتنا الزوجية انا عرف زوجها كانت تحب زوجها لانه غني فلما صارت لها مصيبة وخسر في جميع ممتلكاته ورد فقير وقاموا يعيشون على بساط الفقر اطلبت الطلاق فاذا اصل الحب كان ناشئ عندها ما هو على ما يقدم الزوج وانما كانت تحب لذاته كانت تحب لامواله نفس الشي الزوج لو حب زوجته لشكلها والله لان شكلها جميل وشكلها حلو فهو يحبها لو قدر الله هذه الزوجة دخلت في حادث لا سمح الله وتغير شكلها هل معنى هذا ان الزوج يطلق؟ اذا معناتها صارت الاسرة ما هي مبنية على اسس ولا هي مبنية على اعمدة متينة وانما مبنية على شكليات لما انتكلم عن قانون الحب احنا قاعد نتكلم على ان تبنى الاسرة على اعمدة كالعمود من هذه الاعمدة اسم الحب والمودة والرحمة الحب في بيت النبوة طبعا ارقى انواع الحب هو الحب اللي علمنا يا النبي صلى الله عليه وسلم في علاقاته مع زوجاته ولذلك راح نتناول معاكم الآن مجموعة من القصص وهذه القصص فيها بيان للحب في حياة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم القصة الاولى هي عبارة عن موقف حصل بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهم والنبي صلى الله عليه وسلم روى البخاري عن عائشة ان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا حزبين بمعنى ان هم متحزبين حزبين ومجموعتين وفريقين الحزب الاول فيه عائشة رضي الله عنها وحفصة وصفية وسودة وكان طبعا بقيادة عائشة رضي الله عنها والحزب الثاني كان بقيادة أم سلمة رضي الله عنهم جميعا الصحابة رضوان الله عليهم إذا أرادوا أن يهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم هدية يترقبون اليوم اللي يكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة ويترقبون ليلة عائشة فيهدون الهدية وهو عند عائشة رضي الله عنها فحزب أم سلمة اجتمع وبدأوا يتشاورون لأنهم ما هم راضين على هذا التصرف ويبون الهدية لما تعطى للنبي صلى الله عليه وسلم تعطى له لما يكون عند أي بيت من بيوت زوجاته ما يخصصون فقط عائشة فبدوا يتشاورون حزب أم سلمة وقالوا لها يا أم سلمة روح يكلمي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكلم الناس ليش هم يعطون الهدية في يوم أو في ليلة عائشة رضي الله عنها فذهبت أم سلمة رضي الله عنها وكلمت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليها بعد ذلك رجعت حق مجموعتها فقالت لهم أنا كلمت النبي صلى الله عليه وسلم فما رد علي فقالوا لها ردي مرة ثانية وسئلي فردت أم سلمة وكلمت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع فلم يرد عليها فرجعت حق أصحابها وقالت لهم الموضوع كيت وكيت فقالوا لها يا أم سلمة روحي مرة ثالثة وسئل النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى الصحابة فقط يهدون في اليوم والليلة اللي يكون فيها عند عائشة ظل عنها فراحت أم سلمة وكلمت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا في ثوب عائشة فقالت أم سلمة أتوب من ذلك يا رسول الله فرجعت أم سلمة إلى مجموعتها وإلى باقي الزوجات وقالت لهم ترى اللي حصل كيت وكيت وكيت اهني اجتمع مرة ثانية حزب أم سلمة وما رضوا في هذا الرد واقترحوا أن يدزون رسول ثاني للنبي صلى الله عليه وسلم فيكلم بهذا الخبر فمن رشحوا؟ رشحوا حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت فاطمة رضي الله عنها فذهبت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي بكر رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني ألا تحبين ما أحب؟ وهذا لعل الشاهد في برنامجنا اليوم تنمية الحب رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال يا بني ألا تحبين ما أحب؟ قالت بلى فرجعت فاطمة رضي الله عنها إليهم وقالت لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم جاوبني بكيت وكيت وكيت فقالوا لها روحي إلى مرة ثانية وسأليه فأبت فاطمة قالت خلاص أنا سألت أبي وأبي كان هذا الرد فتشاوروا مرة ثانية حزب أم سلمة ومارضوا بالجواب ورشحوا شخصية ثالثة لمفاوضة النبي صلى الله عليه وسلم وخطابة في هذا الأمر مش معنى الصحابة يعطون الهدية في ليلة عائشة من أرسلوا الآن؟ أرسلوا زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وزينب رضي الله عنها لها فضل وفضل عظيم وكانت تفتخر على النساء بأن الله عز وجل زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم فأتت زينب ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عائشة رضي الله عنها موجودة معاه فأغلضت عليه القول وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي قحافة يعني حتى بنت أبي أبو بكر ما قالت قالت بنت أبي قحافة لأن هي قاعدة وتعرفون طبعا الغيرة بين النساء وخصوصا إذا كان الزوج متزوج بأكثر من واحدة فرفعت صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ الجدل يحتد بين زينب وبين النبي صلى الله عليه وسلم فتناولت زينب عائشة رضي الله عنها وتكلمت عنها وعائشة رضي الله عنها قاعدة وهنا زينب رضي الله عنها مع شدة الكلام سبت عائشة هنا النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى عائشة رضي الله عنها نظرة ففهمت منها عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها بالكلام فتكلمت عائشة حتى أسكتتها فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال إنها ابنة أبي بكر بمعنى أنه قاعد يمدحها لما قال لها والله البنت هذه طال على أبوها إنها بنت أبي بكر فإذا هذا الموقف كل دليل على أن الحب موجود في علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع باقي الزوجات طبعا هذه القصة يرويها الإمام البخاري ويرويها الإمام محمد في مسنده جزء 21 صفحة 113 كل هذه الأمور حقيقة مهمة جدا وخصوصا لما انتكلم في موضوع الحب وكيف ممكن الحب أن ينتج عنه كثير من المواقف التي تؤذي الطرف الآخر لكن الإنسان بحكمته وبدرايته ممكن أن يسيطر على مثل هذه الأمور أما القصة الثانية والتي تحت عنوان الحب في بيت النبوة فهي قصة تعبير النبي صلى الله عليه وسلم عن حب لعائشة رضي الله عنها عمر بن العاص رضي الله عنه كان عندها عقل راجح وكان إنسان متميز فلما دخل في الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستلطفه فكان إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ينظر له بعينه وكل ما تكلم يشوفه وكل ما تكلم يشوفه بعد ذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن العاص أميراً على سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذات السلاسل وكان عمر بن العاص أميراً على مجموعة معهم أبو بكر الصديق وعمر الخطاب رضي الله عنه فهنا عمر بن العاص أخذ في خاطرة بأنه أفضل واحد عند الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فلما جاء عمر بن العاص قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أحب الناس إليك وهو طبعاً كل ثقة الآن أنه هو أحب الناس فقال عليه الصلاة والسلام عائشة فقال عمر بن العاص من الرجال يعني أنا ما قصت من النساء أنا قصت من الرجال فقال عليه الصلاة والسلام أبوها قال عمر بن العاص ثم من؟ قال عمر بن الخطاب فطبعاً نلاحظ الموقف أن عمر بن العاص يعني استغرب من إجابة النبي صلى الله عليه وسلم أنا هنا ودي أذكر نقطة جداً مهمة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاوب عمرو من العاص ما كانوا بروحهم كان بين جماعة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عن حبه لزوجته أمام أصحابه لو الواحد فينا اليوم يسوي مثل ها التصرف أصحابه يلومونه يقولها عيب عليك شو أنت أذكر اسم زوجتك جدام الريايل وشو أنت عبر عن حبك لها جدام أصحابك ومع ذلك هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك أنا أعتقد لو واحد من اللي سمع هذا الحديث أمام النبي صلى الله عليه وسلم راح خبر عائشة رضي الله عنها راح تفرح فرح كبير وهذا إحنا اللي نحتاجه في إشاعة الحب في العلاقة الزوجية فإذن لما يذكر الرجل اسم زوجته أو يذكر حبه أمام أصحابه بالعكس هذا يعزز من تنمية الحب ومن تقوية الحب بينه وبين زوجته أما الموقف الثاني فاللاحظ هذا حصل بين عائشة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة يا رسول الله لو نزلت واديا كثير الشجر ومعك ناقة فوجدت شجرة قد أكل منها وشجرة لم يؤكل منها تجعل راحلتك تأكل من أي الشجر طبعا عائشة رضي الله عنها ذكية وتريد أن تعزز من مكانتها في نفس النبي صلى الله عليه وسلم وتريد أن تعزز من حبها فقالت لها لو أنت دخلت في وادي وانت راكب الناقة والوادي في مجموعة شجر شجر قد أكل منها وشجر لم يؤكل منها ناقتك يا رسول الله تأكل من أي الشجر طبعا هي تقصد أنه هي الوحيدة البكر من دون النساء بمعنى أنه الناقة أكيد راح تأكل من الشجرة اللي ما أكل منها وهذا نوع من رفعة مكانتها وتعزيز موضعها عند الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام وهو يتبسم أنه فهم الفكرة وفهم النغزة وفهمه يشتبي قال من الشجرة التي لم يؤكل منها فقالت عائشة كذلك أنا أخوتي بعد ما يحتاج تقولين كذلك أنا هو فاهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المراد لكن احنا نقول أنه المرأة أحيانا تريد أن تعزز من مكانتها عند زوجها ولذلك من الخطأ أن الزوج المتيش زوجها وتريد أن تعزز من حبها عند زوجها أن يقولها أدري 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 خلاص خلاص يبقى أنت أحسن وحدة وأنت ممتازة وأنت زينة وأنت فيتش الخير والبرك طبعا مثل هالألفاظ بالعكس يعني تبعد العلاقة الزوجية وتزيد من الكراهية بين الزوجين وتقطع أواصر المحبة لكن الزوجين ممكن يتعاملون مع بعض بلغة التناغم يفهمون بعضهم بعض من العيون ويفهمون بعضهم بعض من الكلام وبالتالي احنا قاعد نعزز من قيمة الحب في العلاقة الزوجية حب التملك وهذا مفهوم من مفاهيم اللي ينبثق عن الحب في العلاقة الزوجية أحياناً الزوجين من كثير ما يحبون بعض يحبون يملكون بعضهم بعض وحب التملك هذا إذا زاد عن حده رح يأثر على العلاقة الزوجية بالسلم وخلوني أتكلم عن هذا المفهوم بشيء من التفصيل مرة واحدة من قضايا الطلاق اللي ياتني في المحكمة ياي الزوج يطلق زوجته فبديت يتكلم معاه ويتعرف على أسباب الطلاق فقالي رجاء يعني لا تدخل بيننا وأرجوك أنك أنت تخلصنا بسرعة فالتفت على الزوجة وقلت لها يا فلانة عسى ما شر أقدر أساعدكم كانت تقول لا والله بس زوجي يابي يطلقني ويابي عاملني كصديقة وليست كزوجة فقلت لها شلون هذا المفهوم يديد علي أنا أنا هو مرة أسمع هذا المفهوم فالتفت على الزوج قلت لها يا فلان فهمني ماذا تقصد زوجتك في هذه العبارة قال بيني وبينك أنا متأذي زوجتي تبيني مثل الخاتم في إصبعها وتبيني تتملكني بطريقة أنه حتى نفسي ينحسب علي بالعدد ولذلك أنا اتفقت معها أنه أنا أطلقها لأنه أنا ما قدر أعيش معها كزوجة لكن أنا ودي أعيش معها كصديقة لأنه أنا أحبها قلت لبس يا فلان يعني هذا حرام ما يجوز يعني أنت الآن تطلق زوجتك وبعدين تتعامل معها كصديقة تطلع معها وتتمشى معها وتسافر معها هذا حرام لأنه أصبحت بعد الطلاق وخصوصاً إذا انتهت العدة وما رجعت لها أصبحت الآن هي ما هي زوجتك فشون تتعامل معها كصديقة شاني يقول لي ما يخالف ما فيها شي قلت لا هذا حرام عليك قلتين تعال أنت شنو مشكلتك حب التملك طيب حب التملك هذا دليل على حب زوجتك لك شاني يقول والله أدري والله أدري أنها تحبني وأنا أحبها بس مين ما أعطيتني نفس ما تخليني ألتفت لايمين ولا شمال اتوكلني كل يوم ثلاثة أربعة واجبات وتسأل عني كل يوم 24 ساعة وعسى ما تأخرت اللي سوت لي السالفة ودائماً تقول لي أنه أنت ملكي أنا أنت مو ملكي أحد تاني وبدأت حقيقة يتكلم معاهم شوي شوي وببدأت أشرح معاني الحب وشلون أنه الحب إذا زاد عن حدة رح ينقلب ضده فأنا أقول إذن حب التملك هو من المعاني اللي تنبثق من الحب من الأمور يتنبثق من الحب كذلك الغيرة يعني الإنسان متغار يغار لما يحب فغيرة الزوجة من الزوج دليل حبها وغيرة الزوج من زوجته دليل حبها لكن أحياناً لي صار هذا الحب لدرجة حب التملك إذن أصبح هنا عندنا أنانية معناته أن الزوجة تبي الزوج 24 ساعة معاها وما تبي يختلط بأحد هذا إحنا ما نسمي حب التملك هذا إحنا نسميه أنانية ولذلك تصير المراقبة في هذه الحالة جداً قوية إحنا نحب نأكد على هذا المفهوم لأنه أحياناً الزوجة يتعبر عن حبها غلط أو الزوج يعبر عن حبها غلط وإن كان الحب الحاجات النفسية اللي إحنا بحاجة لها وكلنا نعرف أنه الحاجات النفسية معروفة هي خمسة الأولى فيزيولوجية اللي هي مثل الطعام واللباس والشراب وهذه يحتاجها الإنسان الثانية الإنسان يحتاج إلى الأمن والراحة الثالثة الإنسان يحتاج إلى الانتماء والحب شوفوا شون الحب دخل معنا في الحاجة الثالثة من حاجات الإنسان الرابعة الإحترام الخامسة تحقيق الذات فهذه كلها أمور الإنسان بحاجة لها ومثل ما تكلمنا الحب يأتي في المرتبة الثالثة لكن إذا الحب زاد عن حده أصبح تملك أو أصبح أنانية أو حتى الغيرة إذا زادت عن حدها في هذه الحالة رح تؤذي العلاقة الزوجية ورح يبدأ الزوجين يفكرون في الفراق بنك الحب أسألكم سؤال ليش تفتحون حساب في البنك ما رأيكم الإنسان ليش يفتح حساب في البنك ويدخل فلوسه أو يحول راتبه على حسابه في البنك ليش طبعا في عدة أسباب السيب الرئيسي عشان يحافظ على فلوسه والسيب الثاني أنه يخطط للمستقبل بحيث لو يحتاج فلوس في أي وقت من الأوقات اللي ممكن يلجأ للبنك فيساعده من خلال أموال المحفوظة هناك هذه من الأسباب اللي الإنسان يفتح فيها حساب بالبنك سؤال شنو يعني بنك الحب أنا بيكم الحين تسبحون بالخيال معاي خلونا نتخيل عندنا بنك كبير بس مو شكل مربع على شكل قلب حب والبنك لونه أحمر وبوابته من تحت وفي ناس يدخلون وناس يطلعون شو رأيكم ندخل مع بعض ندخل؟ ندخل؟ طيب دخلنا هذا البنك راح يقابلونا موظفين وموظفات بس ويوهم على شكل قلب حب وكلهم يبتسمون فنبدأ نتكلم مع الموظف أو الموظفة علشان نفتح حساب في هذا البنك وش نسميه؟ الحساب العاطفي طبعاً هذا الحساب تفتح الزوجة لزوجها ويفتح الزوج لزوجته ومثل ما نسوي في البنوك كل واحد يفتح حساب لنفسه لا بنك الحب نظامه مختلف أنا أفتح حساب مو لنفسي لزوجتي وزوجتي ما تفتح حساب لنفسها يفتح لزوجها فتحنا لحساب انتهينا خليني أنت خيل الآن أبو خالد فتح حساب لزوجته وأم خالد فتحت حساب لزوجها طبعاً بعد ما يفتح الحساب موظف البنك بيعطيهم كرت للسحب الآلي هذا الكرت على شكل قلب حب وحتى رقم السري ما هو أرقام هي عبارة عن كلمات كلمة أنا حبك فلو راحت الزوجة وحطت الكرت في آلة السحب الآلي بس تقول للبنك أنا أحبك يعطيها فلوس والزوج نفس الشي أنا أدري أخذكم في خيال وصافرنا مع بعض وطلعنا لكن خلونا نرجع للواقع شوي ليش الإنسان لازم يفتح حساب عاطفي في بنك الحب أولاً للحفاظ على علاقة الزوجية ثانياً علشان يبنون الزوجين الثقة والأمان بينهم بين بعض والسيب الثالث حتى إذا احتاجوا في المستقبل يسحبون من هذا الرصيد ممكن أنهم يسحبون منه إذن هذه هي قصة بنك الحب تعرفنا الآن كيف نفتح حساب في بنك الحب وكيف نتعامل مع هذا البنك طيب كيف إحنا نودع في حسابنا هذا سؤال مهم من خلال المعاملة الزوجية شنه هي أنواع الإداعات في هذا البنك في إداعات عاطفية دائمة وفي إداعات عاطفية متقطعة طيب ش رأيكم نتعرف على أنواع الحسابات يعني هذا البنك في ودايع ولا ما فيه وكم نوع من أنواع الحساب عنده النوع الأول في حساب العاطفي الأول اسمه الوضوح الحساب الثاني اسمه حساب التضحية لحساب الثالث اسمه الفهم لحساب الرابع اسمه الهداية لحساب الخامس اسمه المشاركة لحساب السادس اسمه اللمسة لحساب السابع اسمه الحوار وأما الثامن اسمه الاستماع هذه كلها حسابات توفير وحسابات ادخار ثمانية أنواع وراح نتناولها إن شاء الله بشيء من التفصيل حساب الوضوح حساب الوضوح نبدأ معكم بشرح بعض أنواع حسابات التوفير في بنك الحب وأول هذه الحسابات حساب الوضوح طبعا كنا نعرف أن الغموض يهدد العلاقة الزوجية والغموض إذا توفر بين الزوجين لعدة مساوة من مساوة الغموض في العلاقة الزوجية أن الطرفين ما يشعرون بالأمان وأن الثقة تقل بين الزوج وبين الزوجة ودائما الزوج والزوجة يكونون متوقعين مفاجآت في علاقتهم الزوجية وأكثر شيء مهم من مساوة الغموض أنه يقلل الحب فكل ما كان في العلاقة الزوجية وضوح كل ما كان فيها صراحة كل ما زادت العلاقة الزوجية وكل ما تنمى الحوار وتحقق الإنسجام في العلاقة الزوجية الثقة والراحة والطمأنينة في المعاملة من وين تي تي من الوضوح تي من الصراحة ولذلك كل ما كانت الزوجة صريحة مع زوجها معنى هذا أنها راحت البنك وأودعت في حساب الوضوح رصيد عاطفي وكذلك الزوج لما يكون واضح وصريح مع زوجته وعلاقتهم ما فيها غموض بالتالي كأنه راح البنك وأودع في حسابها اللي اسمه حساب الوضوح رصيد عاطفي في الحالة رح يتنمى الرصيد وراح يكون الزوج والزوجة أرصدتهم في البنك عالية من الناحية العاطفية لو طاحوا في أزمة مستقبلا أو صارت عندهم مشكلة يبدأون يسحبون من هذا الرصيد وتبقى علاقتهم علاقة جيدة ومستقرة أما الحساب الثاني وهو تحت عنوان حساب التضحية أم خالد كلما ضحت لزوجها فكأنها قاعدت روح البنك وقاعدت تودع في حسابه اللي اسمه التضحية العواطف والمشاعر والحب وكذلك بخالد كلما ضح لزوجته ومن أجلها كأنه راح البنك وأودع في حسابها حساب التضحية العواطف والمشاعر والحب فيتنمى الحساب ويزيد الرصيد ولذلك من الخطأ أن يشعر أحد الزوجين أنه أكثر تضحية من الآخر وبالتالي شلي راح يصير عندنا؟ راح يصير أن أم خالد لو كانت هي الضحي وبو خالد ما يضحي فهني أم خالد راح ييها شعور أنها قاعدت تروح البنك وايد وقاعدت تودع في حساب بو خالد وبو خالد مو قاعد يروح البنك ولا قاعد يودع في حسابها فشلي راح يصير عندنا بعد مدة في العلاقة الزوجية؟ راح تبدأ أم خالد ما تروح البنك ولا تودع في حساب التضحية فتبدأ هنا العلاقة تكون متوترة جدا وهذا راح يأثر على الحب وعلى الحساب العاطفي بين الزوجين شلي خلي الزوجين يضحون؟ أول نقطة أول سبب من الأسباب اللي تدفع الزوجين للتضحية الأجر والثواب السيب الثاني الحب وزيادة الرصيد اللي يخلي الزوجها نضحي علشان زوجها تبي تزيد من حبها له واللي يخلي الزوج يضحي لزوجته يبي يزيد من حب زوجته له وبالتالي من علامات القرب التضحية ومن علامات تنمية المحبة التضحية وأما السيب الثالث فحبهم في استمرار العلاقة الزوجية أحياناً الزوج يغلط على زوجته أحياناً الزوج يكلف الزوجة بعمل أكبر من طاقتها فتضحي علشانه ليش؟ تبقى الحياة الزوجية تستمر فهي ما عندها مانعة تروح البنك وتودع في حسابه هذا الرصيد حتى ينمو فإذاً حساب الوضوح وحساب التضحية من حسابات التوفير في بنك الحب اللي ينمي الحب في العلاقة الزوجية أما الحساب الثالث فهو حساب الفهم وهذا حساب مهم جداً لأن كل ما فهم أحد الأطراف الثاني كل ما أودع في حساب الطرف الآخر فهم النفسيات فهم ما يريد كل طرف الآخر من الأمور التي تقرب المسافة بين الطرفين سواء كان الزوج أو الزوجة على سبيل المثال إذا كان الزوج من النوع اللي حب يأكل في المطاعم وطلب من زوجته أن يا أم خالد ما رأيك اليوم أنت عشى في المطعم؟ فلما تقول أم خالد موافقة ما قاعد تسوي في هالحالة؟ إيه يا كلّي سوتها؟ إنها راحت البنك وأودعت رصيد في حساب أبو خالد اللي اسمه حساب الفهم في بنك الحب لما تيهي أم خالد وتقول حق زوجها يا أبو خالد ما رأيك أن تمشي على البحر اليوم بالليل؟ أنا مش تهي أمشي فإذا قال لها موافق معنا هذا الكلام شلي سواه أبو خالد؟ كأن أبو خالد الآن راح بنق الحب وفتح حساب الفهم وأودع رصيد في حساب الفهم لحساب زوجته هذه العلاقة بين الزوجين لو استمرت راح يكتشفون أن كل واحد فيهم يومياً قاعد يدخل البنك وقاعد يودع في حساب الطرف الآخر وبالتالي هذه الإداعات راح تنمي الحب في العلاقة الزوجية فالفهم جداً مهم أنا لازم أفهم ماذا تريد زوجتي ولذلك كيف يتعرف كل طرف على ماذا يريد الطرف الآخر فيه هناك عدة وسائل منها الحوار أني أنا أتكلم مع زوجتي فأنا أعرف ماذا هي تريد وماذا هي تحب وماذا هي تشتهي نفس الشيء الزوجة لما تتكلم مع زوجها تعرف شنو متطلباتها تعرف شنو هي محبوباتها تعرف شنو هي مكروهاتها الأشياء اللي يكرهها هذه الأمور لما تقوى هذه الأمور لما تتحقق في العلاقة الزوجية راح تقوى العلاقة وراح يزيد الحب وراح يتنمى إذا كان الزوج يحب الرياضة زوجتة تشاركة في هذه الهموم كأنها بهالحالة راحت البنك وأودعت في رصيدها العواطف والحب نفس الشيء الزوج إذا عرف أن زوجتة تحب الطبخ وتحب بعض الهوايات فيروح يوفر لها بعض الأمور لتساعد هذه الهوايات فالحالة كأنه وراح البنك وأودع فيه رصيدها العاطفة والحب والله يا أخوان ويا أخوات لو الزوج والزوجة يتعاملون مع بعض من خلال فلسفة بنك الحب رح نكتشف أنه علاقتهم الزوجية جميلة جدا وقوية جدا ولذلك أنا الآن اقترح على كل زوج وعلى كل زوجة أنهم يبون بوستر كبير ورقة يكتبون عليها بنك الحب ويعلقونها في غرفة النوم أو يعلقونها في الصالة عشان وهما طالعين من البيت يقرون بنك الحب وهما داخلين البيت يقرون بنك الحب ففكرة بنك الحب لو أنها تتطبق في العلاقة الزوجية ويذكر كل واحد فيهم الثاني في حساب الوضوح حساب التضحية حساب الفهم راح تزيد العلاقة بين الزوجين ويبدأ الزوج حتى لو يضايق زوجته والزوجته تزعل عليه حتى سوالفهم راح تتغير لو افترضنا أن أبو خالد عصب على أم خالد شو تقول لهم خالد تقول لي أبو خالد جدنا الحساب مالي بدأ ينزل شو رايك تروح البنك تدخل فيه لما يصير حوار الزوجين بالطريقة هذه طبعا هم يضحكون يتغشمرون وبنفس الوقت كاعدين نمون الحب في علاقتهم الزوجية إذن شون نتعرف على ما يريد الطرف الآخر من خلال الحوار ومن خلال السؤال فمثل نسئلة ماذا تريد فإذا الزوجة سألت زوجها ماذا يريد جاوبها وإذا جاوبها حققتنا ما يريد وبالتالي زادت من رصيدها أنا أنصحكم بمراجعة برنامج فهم النفسيات وهو عبارة عن شريطين ممكن يوضح أكثر حساب الفهم أما الحساب الرابع في بنك الحب فهو حساب الهدايا وهذا ما شاء الله عليكم وخصوصا للنساء ما يحتاجي يتكلم معروفين ومشهورين في كثرة الهدايا ولذلك دائما الزوجة تحب تتقرب لزوجها من خلال العطايا والهدايا فكل هدية تعطيها الزوجة لزوجها معنات أنها راحت بنك الحب وأودعت في رصيد زوجها الحب والعاطفة والمشاعر لكن أنا أقول هنا للرجال كذلك كل هدية يعطيها الزوج لزوجته فكأنه راح بنك الحب واستقبل الموظف هذا بويه قلب حب وبتسم وكأنه بالفعل دخل في رصيد زوجته الحب والعاطفة وعصر الله يوفقكم دائما أما الحساب الخامس فهو حساب المشاركة بمعنى أن أبو خالد لا بد أن يشارك زوجته في همومها وهواياتها ومحبوباتها وكذلك أم خالد تشاركه كلما الزوجين كان بينهم مشاركة كلما كل واحد فيهم كأنه راح البنك وأودع فيه رصيد صاحب الإداعات العاطفية ولذلك هناك قاعدة مهمة وهي اجعل ما هو هام للشخص الآخر مهمة لك لو الزوج والزوجة طبقوا هذه القاعدة راح يرتاحهم في علاقتهم الزوجية اجعل ما هو هام للشخص الآخر مهمة لك لو كان أبو خالد كل شيء هام بالنسبة لزوجته يعتبره هام له وأم خالد كل شيء مهم بالنسبة لزوجها تعتبر أنه مهم لها بالتالي صار عندنا علاقة قوية ومتينة وتنمى الحب في علاقتنا الزوجية خلوني أقول لكم هالقصة أنا من يومين ثلاث كنت أعطي دورة في واحدة من دول الخليج كانت هذه الدورة تحت عنوان فن احتواء المشاكل الزوجية بعد انتهاء الدورة واحدة من المشتركات يعت وقالت أنا متزوجة صار لي خمستعاش سنة وأنا اللي أصرف على البيت في هالخمستعاش سنة وأنا اللي أربي لأولاد عندي سبعة أولاد أنا ربيهم في هالخمستعاش سنة أنا أدير أمور البيت أنا اللي أدرس أولادي أنا اللي أشتري أغراض البيت زوجي مو متحمل أي مسئولية أنا أشعر أني أنا أعطيت وضحيت ما فيه الكفاية هو مو قاعد يشاركني لا يشاركني هالهموم ولا يشاركني هالعطايا الآن يعيني من يومين ثلاث ويقول لي أنا بتزوج زوجة ثانية تقول لي هذه الأخت صراحة أنا عصف وزعلت وقلت لي إذا بتتزوج زوجة ثانية أنا أطلب الطلاق لو أنت أمراعيني ومقدر حقوقي وتشاركني من خمستعاش سنة وتساهم معاي في تربية أولادي وتصرف على البيت عليك بالعافية روح تزوج ثانية لكن أنك أنت تاركني ولا تسأل عني وحيانا أنت سافر ولا أدري عنك أنك سافرت ويايني الحين وتقول لي بتزوج ثانية لا والله ما أوافق أنا أقول الآن شلي خلى الزوجة تقول لا للزوجة الثانية وشلي خلاها تقول والله لو أنت مشاركني وكنت معاي من خمستعاش سنة روح عليك بالعافية طبعا إيها كانت تتكلم بفطرتها وبطبيعتها لكن إحنا لما نتكلم في برنامج تنمية الحب قاعدين نتكلم عن حساب موجود في بنك الحب اسمه حساب المشاركة لو كان هذا الزوج دائما يروح ويودع في هذا الرصيد الحب والعاطفة راح تكون العلاقة بين الزوجين أقوى وأفضل ولذلك إحنا نأكد مرة ثانية ونقول أهم قاعدة في حساب المشاركة اجعل ما هو هام للشخص الآخر مهما لك لو الزوجين طبقوا هذه القاعدة وبدأت علاقتهم الزوجية وبدأ كل واحد فيهم يروح بنك الحب ويودع في رصيد الآخر راح يكتشفون أن حبهم قوي جدا بل ويتنمى هذا الحب أكثر وأكثر أما الحساب السادس وهو حساب اللمسة طبعا هذا حساب مهم جدا ولذلك اللمسة جدا مهمة بين الزوجين أذكر مرة كنت أعطي دورة عنوانها الحوار الزوجي الناجح وكانت لي مجموعة رجال ومن ضمن الحوار تكلمنا عن اللمسة فسويت تمرين للرجال المشتركين وقلت لهم متى آخر مرة صافحت زوجتك تعرفون شنو كانت النتيجة؟ أقل واحد فيهم قال أنا آخر مرة صافحتها أذكر من شهرين ونص بالعيد طبعا الباجي على ستة شهر وعلى السنة واللي قال أصلا ما صافح زوجتي فأنا أقول اللمسة مهمة في العلاقة الزوجية وتنقل الحب وتزيد الحب كل لمسة عبارة عن زيارة لبنك الحب وإيداع في رصيد اللمسة للزوج أو للزوجة ولذلك الآن إذا كانوا الزوجين قاعدوا يسمعوني خل الزوج يحط إيده على إيد زوجته حطيت إيدك الآن أنت كنك رايح بنك الحب وكنك دخلت ودخلت في رصيد زوجتك العاطفة والحب الآن خل الزوجة تقبل زوجها خلاص طيب الآن كأن الزوجة راحت بنك الحب ودخلت في رصيد زوجها الحب والعاطفة نحن بحاجة إلى مثل هذه المعاني ولذلك نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يطبق معنى اللمسة ليس فقط بالمعنى الحقيقي اللي نحن قاعد نتكلم فيه بل ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبعد من ذلك وهذه قمة ورقي في معاني الحب تقول عائشة رضي الله عنها كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضعفاه على موضع فيه فيشرب وهذا في إيحاء وفيها وداعة فكأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بنك الحب وأودع في رصيد عائشة رضي الله عنها تقول عائشة تكمل الرواية وأتعرق العرق بمعنى العظم العظم اللي في اللحم وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضعفاه على موضع فيه يعني العظم نفسها بعد ما تأخذها عائشة ظل عنها وتأكل منها يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ويحط فمه في مكان فم عائشة رضي الله عنها هذه كلها من إداعات في حساب اللمسة وتقول رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكأ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن وهذه لمسة حقيقية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائشة وهذا إداع آخر في حساب اللمسة وتقول رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله يعني تمشطة وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان رواه الإمام مسلم فهذه كلها أمور نحن نتعلمها من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وهذه كلها عبارة عن إداعات في حساب اللمسة سواء كان للزوجة أو للزوج أما الحساب السابع وهو تحت عنوان حساب الحوار في بنك الحب والحوار في العلاقة الزوجية كل ما كان واضح وكان متصل كل ما زاد الزوجين من رصيدهم في حساب الحوار في بنك الحب الحوار الزوجي ينقسم إلى عدة أنواع في حوار هادئ وفي حوار شديد وفي حوار قاسي وفي حوار حب وفي حوار لين وفي حوار سمح في حوار من الزوج للزوجة وفي حوار من الزوجة لزوجها لكن في كثير من الأحيان بتكون اللغة بين الزوجين لغة منقطعة ما في حوار في صمت في كآبة لو تعرف واحد فينا على هذه الأسرة لشعر أنهم ما في بينهم حوار بالمرة طبعا في أسباب لعدم الحوار وفي مهلكات للحوار لكن إحنا اللي همنا الآن كيف إحنا نتكلم كيف نحاور لأنه كل ما كان بخالد متميز في حواره مع زوجته كل ما كأنه راح البنك أكل حب وأودع في رصيد الحوار العاطفة والحب وكذلك الزوجة في بعض الناس لما يحاور يحب دائما هو الربحان والطرف الثاني هو الخسران ودائما يبي يغلب في الحوار ولا يبي يعترف بالغلط وفي نموذج ثاني أنه دائما يبي هو الخسران وما عنده مانع أن الطرف الثاني هو دائما يكون ربحان وأما النموذج الثالث في الحوار فما يرضى إلا لما يكون هو خسران والطرف الثاني خسران ودائما كل ما ينفتح الحوار في العلاقة الزوجية ينتهي هذا الحوار إلى مشكلة وأما النموذج اللي إحنا انتمناه للزوجين في حوارهم أنه هو يكون ربحان وهي تكون ربحانه لأي طلب لأي رغبة لأي موضوع يتم في الحوار يكون الطرفين هم الربحانين ما تسوى الحياة أن الزوج يعصب أو يشد على زوجته لأنه الحوار هو رسالة الحوار هو عبارة عن زيادة في الحب زيادة في العلاقة فكل ما كان الحوار واضح وكان جميل والزوج يحاور زوجته والزوجة يتحاور زوجها كل ما كان كل زوج رح إلى بنك الحب وأودع في حساب الطرف الآخر أهم شي في الحوار الملاطف البسيطة الزوجة بين حين وآخر تحب تسمع كلمات خفيفة الزوج بين حين وآخر يحب يسمع كلمات التشجيع وكلمات بسيطة هذه العبارات البسيطة أنتم ما تعرفون كم وزنها في بنك الحب تزن ذهب وتزن أرصدة عالية ولذلك لو دخلنا بنك الحب وكشفنا حسابات الحوار في العلاقة الزوجية رح نكتشف أنه في بعض الأزواج ما شاء الله أغنية وحسابهم ورصيدهم عالي جدا ورح نكتشف بعض الأزواج والزوجات فقراء ورح نكتشف بعض الأزواج والزوجات حسابهم مكشوف وعليهم ديون لكن ديون حب ما هي ديون فلوس ولذلك من مهلكات الحوار الأشياء التي تقطع الحوار بين الزوجين الاستهزاء الاستهزاء هذا ينقص من رصيد بنك الحب التعالي أو لغة الأستاذية عدم رد الفعل يعني الزوج تتكلم والزوج إيه 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 لا إيه خير إن شاء الله هذه كلها تصرفات تنقص من رصيد الحب في بنك الحب في حساب الحوار أما الحساب الثامن وهو حساب الاستماع أنا أتكلم الآن للزوج والزوجة وأقول لهم إحنا تعلمنا كل شيء في وسائل الاتصال إلا الاستماع يعني أنا علشان أتصل معكم أو الزوج علشان يتصل بزوجته في عندنا أربع وسائل إما الكلام أو الكتابة أو القراءة أو الاستماع إحنا من يوم إحنا صغار وفي المدارس كانوا يعلموننا وبيتنا وأمنا وأبونا ما قصروا معانا كانوا كلهم يعلموننا القراءة والكتابة والكلام لكن هل تعرفون أحد علمنا الاستماع أنا ما عرف إذا أنتم تعرفون يريت لكن أنا ما عرف ولذلك إحنا عندنا مشكلة كبيرة جداً في الاستماع نلاحظ أحياناً لما أم خالد تتكلم مع زوجها زوجها ما يسمعها وإذا سمعها يسمعها علشان يرد عليها بو خالد أحياناً يتكلم مع أم خالد نكتشف أن الزوجة ما تسمعها وحتى لو تسمعها تسمعها بتجاهل أحياناً إلا اللهم اللي متعلمين الاستماع الصحيح اللي بالفعل نجد عنده هذه الرغبة ونجدها في علاقة الزوجية هذا حساب لعله يكون من أفقر أنواع الحسابات في بنك الحب الاستماع مرة ثانية شلون نسمع كيف نسمع وش نسوي لما نسمع لما الزوج يتكلم لما الزوجة تتكلم بعيوني بعيونها عشان يكون استماع صحيح وأنه أنا أتفاعل مع الكلام علشان يكون استماع صحيح وأنه يكون جسدي مقابل جسدها علشان يكون استماع صحيح ولذلك إحنا لو نطبق هذه المعاني في الاستماع وانتفاعل أثناء الحوار كأني أنا رحت البنك وأودعت في حساب زوجتي العاطفة والحب هذا الحساب حساب الاستماع خلونا نوقف عنده وقفة ويمكن رح نفصل في أكثر مع برنامج الحوار والاستماع الناجح في العلاقة الزوجية اشتركوا في القناة